ظاهرة التنمر بين الأطفال موجودة منذ القدم إلا أن الوقائع تشير إلى انتشارها بشكل أوسع في مدارسنا اليوم ويولي المعنيون أهمية كبيرة للحد من هذه الظاهرة لانعكاساتها السلبية على نفسية الطفل ومستقبله فلماذا تنتشر هذه الظاهرة؟ وكيف نتعامل معها ومع طفلنا إذا كان ضحية للتنمر؟ دعونا نشاهد نتائج الاستفتاء الذي نشرناه أو تنورناه على صفحتنا على صباح أندرسكور العربي على تويتر من المسؤول عن انتشار ظاهرة التنمر في المدارس؟ جاءت النتائج على الشكل التالي 35% تربية الأهل و27% إهمال المدرسة و38% التلفزيون ومواقع التواصل للحديث أكثر ينضم إلينا من الرياضة دكتور أسام النعيمي استشاري أول في الطب النفسي دكتور صبح كلاب الخير هل بالفعل اليوم المواقع التواصل والتلفزيون هي المسؤولة عن ظاهرة التنمر؟ أم أنها شماعة؟ هل كانت موجودة في السابق؟ وإن اختلفت؟ صباح الخير مروع عادل صباح الخير على العربية مشاهدين ومتابعين خلينا نكون واضحين أكثر الظاهرة موجودة من زمان مثل ما أنت قلتوا اللي اختلف أنه الآن صار فيه توعية أكثر صار فيه تفريق بين المزاح الثقيل بين الكلمة المهينة بين النكنيم الإسم اللي يعطى للطفل عشان يظل معاه من سنة أولى لحد ما يتخرج من المدرسة وبين أنه لا هذا شيء مؤذي للطفل وعلا لين يتزوج هذا لماذا الناس دايما تشير وبعد ما يتزوج كمان ومراتي حتى يورثها الأولادة صحي اللي اختلف الآن أنه مواقع التواصل الاجتماعي صارت مفتوحة جدا صار كل شخص أو طفل ممكن يضع اسم وهمي على أحد برامج التواصل الاجتماعي ويبدأ يهين ويقلل من أهمية شخصه ويضع له أسماء يضيفه داخل مجموعة عشان دايما يذكره بأقليته أو يستثني من مجموعة أو يحط له صورة معينة والله يحمينه من الآيفون أكس والأشكال اللي رح تجي من عنده دكتور يعني ممكن نتكلم عن الأعراض التي يمكن أن تظهر على الطفل أو الطفلة التي تتعرض للتنمر كيف تعرف الأم أن هناك تعرض للتنمر من قبل أطفال آخرين هو هذا يعتمد على نوع التنمر اللي رح يتعرض إلى الطفل فإذا كان التنمر جسدي مبين أنه في ضربات على جسمه في سحجات في أذية في عدم قدرة على تحريك أحد الأجزاء وبعض الأحيان يكون مثلا يعني عفوا أن يكون تعدي عليه من ناحية جنسية فيبين أنه الطفل يرفض أنه يخلع ملافسك أمام أهله لكن في أنواع من التنمر أو البلطجة هذه الترجمة الجديدة ما لها علاقة بالضرب ممكنها علاقة بأنه يضعوا لأسم أو يحطوا داخل مجموعة أو يستثنوا من مجموعة أو يحاولوا أنه يهينوا بطريقة أخرى ويأخذوا فلوسه ويأخذوا كتبة تلاحظوا الأم أو الأبن أول شيء الأبن يرفض يتكلم مش بيحب يعبر عن اللي بيحصل معه بيشوفوا إهانة لي وبيحطوا قوة يعني هو يقدر يتصرف أب أو الأم في النقطة دي هو أول شيء لازم الأهل يحاولوا أن يبنوا نوع من العلاقة الصريحة مع الطفل بحيث يطمنوا أنهما موجودين حواليه بحيث إذا الطفل كان يحتاج أنه يتكلم مع أحد المفروض أنه يبدأ بالكلام مع أولياء أموره فإن لم يجد في المعلمين أو الأشخاص المسؤولين في المدرسة أو في المكان اللي يكون متواجد فيه إذا وجدوا الأهل أنه في علامات من التنمر مثلا الطفل يرفض يروح المدرسة أو يدعي أنه عنده صداعات أو دائما الطلب أنه يروح إلى الطبيب لأنه بطني توجعني أو أنه نفس علامات التنمر بدأت تنعكس على الطفل بحيث أنه صار يؤذي إخوانا الصغار في البيت يجب أنه العائلة تتدخل إذا مو بطريقة مباشرة فبطريقة غير مباشرة حتى أحد الخصائيين كان يقترح أنه مثلا يجوا الأهل ويعرضوا فيلم معين ثم يحاولوا أنه يستدرجوا الطفل أنه إيش ردت فعلك إذا صار هذا الشيء طب أنت تعرف إيش تسوي إذا سويت هذا الشيء طب أنت تعرف أنه إحنا موجودين عشان نحميك في حال إذا تعرضت إلى شيء مثل هذا ودائما يذكروا أنه موجودين حوالي لهذا الغرض مش عشان أنه يهينوا أو يقللوا من الميت أو يلوموا يا دكتور يعني حتى الأهل أحيانا يقولون أنه والله الدكاترة أو استشاري الطب النفسي عقدونا أكثر يعني بالسابق كانت مقولة اللي يضربك ضربة هذه في المدرسة الآن المسألة هذه مرفوضة تماما بالتالي أيضا بعض الأطفال يرون أنهم إذا كانوا شطار في المدرسة هذا مدعاة لتنمر الآخرين عليهم يعني أنه يسمون نيرد أو أي أن كان من الأسماء بس ليس بالضرور أنه تميز هو هو اختلاف مش التميز يعني بعض الأحيان ما يكون لأنه هو جدا ذكي بعض الأحيان لأنه يكون أقل ذكاء بعض الأحيان نحن نتصور أنه العنف رح يكون ضد الضعيف لكن التنمر بعض الأحيان خصوصا التنمر اللفظي قد يكون ضد القوي قد يكون هو حجمه أكبر من زملاء أو حجمها بالضبط أكبر من زملاءها أي من نفس البناء سحي زملاءها يعطوها أسماء نعم بينما الناس تتصور أنه بس اللي ذكي جدا المتميز جدا هو مش المتميز هو المختلف يعني بعض الأحيان أنه مثلا يجي الطفل من وضع اجتماعي مختلف عن زملاء أو يبدو أنه يعايروا أو يهينوا بهذا الشيء الإعلام ما يركز على هذا الشيء الإعلام يركز بس على أنه الطفل المتميز دائما عرض للإيذاء يمكن القصد الطفل شون يقدر يتعامل إنسان للأهل الطفل شون يقدر يتعامل فيه آليات بسيطة جدا أما في المدارس الغرض من عندها حماية الطفل أول شيء كانت الحملة الإعلامية الكبيرة اللي صارت في الولايات المتحدة كانت إذا شفت شيء خبر عنه فحولت المدرسة كلها إلى مراقبين أنه أي واحد يتعرض إلى التنمر سواء تعرفه أو ما تعرفه يجب أنه تبلغ الإدارة أن هذا الطفل تحول لأنه قد يكون هذا الطفل لا يستطيع الإخبار أو يعتقد أنه هذا جزء من المنظومة الاجتماعية أنه اللي أكبر من عنده السينيارية هم اللي يضربوا الجونيارية فإذا كنت أرى شيء يقول شيء الشيء ثاني الطفل ينصح أنه يمشي ضمن مجموعة يمكن أنا من الناس المحظوظين اللي كان خالي في الفصل معاي فكان أي واحد يحاول أنه يعتدي علي الله يحفظ خالي كان هو اللي حالي عنه والله أنا أولاد شارعنا كانوا معنا فكان هو أكبر الحجم يحمون وكان هم يحمون وهذا صحيح أنه أنت تمشي ضمن مجموعة اللي تحميك صحيح دكتور يعني كلمنا عن الاستفتاء قبل قليل وتحدثنا عن من المسؤول عن انتشار ظاهرة التنمر في المدارس وجاءت النتائج مختلفة كان أول أو أعلى نسبة كانت التلفزيون ومواقع التواصل وبعدها كانت تربية الأهل وسط 35% وإهمال المدرسة من المسؤول برأيك عن انتشار هذه الظاهرة وهي ظاهرة التنمر كلهم مسؤولون عن هذه الظاهرة مع الأسف احنا للآن نحاول أنه نعالج الضحية أو نحاول أنه نحدد الضحية وهذا جزء من عملنا صحيح لكن الشيء اللي احنا مقصرين فيه أنه حتى لما نصل إلى مرحلة من تحديد من هو الجاني لا نحاول أن نعرف الجاني إيش دوافعة يكتفوا بعقابة مثلا أو عزلة عن الآخرين ويعتقدوا أنه هو هذا العلاج المناسب له لكن الصحيح أنه احنا عرفنا الضحية خلينا في برنامج تأهيلي حاولنا نساعده نساعد أسرته طب خلينا نشوف نفس الجاني ليس هو هذا الشيء أنا أعتقد أنه التركيز على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى التلفزيون لأنه هذه الشماعة اللي نقدر نقول بسهولة في شيء في السراب الفضائي هو المسؤول عن مشاكلنا لكن إحنا كأسر إحنا مجبورين ومسؤولين أن نحافظ على أبنائنا أن نوصل لهم درجة من الوعي أن يرجعوا إلنا في حالة إذا احتاجوا شيء سواء كان تنمر أو غير تنمر إذن يعني الأهل أو حتى المجتمع ومقولة البقاء للأقوى قد تنطبق أيضا في المدارس وفي مجتمعاتنا شكرا لدكتور أسامة نعيمي استشاري أول في الطب النفسي شكرا جزيلا لك كنت معنا من الرياض شكرا لك دكتور تفضل دكتور تفضل دكتور تفضل معلش التنمر مش بس عند الأطفال وهذه أرجو أن تعتبرها مزحة في أحد المقابلات كان زميلك اللي جالس مكانك هو الرجل الوحيد في المقابلة فكانوا اللي حوالي كلهم بنات وما كان قادر يفتح ثموا نهائيا تنمر من النساء أنا ما زالت مروى متنمر علي أنت المتنمر علي المرة دي شكرا لدكتور أسامة نعيمي قلت الحق يا دكتور شكرا جزيلا